رأى مراقبون أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني حول السليمانية إلى مدينة مافيات وبيّنوا أن ما يحدث في السليمانية يجعلها من أخطر المدن العراقية بعكس ما يظهره طالباني بأنه يسيطر على الأمن فيها مبينين أن رجاله عاثوا في الأرض فساداً بتغطية مباشرة منه وأشاروا إلى أن تعديل الأوضاع في السليمانية يستوجب اعتقال كل ضابط أو رجل أمن مسيء من رجال بافل طالباني في حال قرر تعديل الأوضاع المزرية التي تمر بها المدينة وأضافوا أن وهاب حلبشي رئيس قوات مكافحة الإرهاب والذي يعتبر اليد اليمنى لطالباني متهم بجرائم قتل واغتيالات وفرض الأتاوات والاستيلاء على الأراضي بدون وجه حق لجلب الأموال لرئيس الاتحاد الوطني